بشكر حضرتك جداً أستاذي العزيز بشكر المنصة الكريمة من الأصدقاء الأعزاء شكراً لتورة أحمد السابعوي على الدعوة الكريمة شرف لي أن أنا أكون معكم النهاردة أشكركم على الصمود تحيات أهل الإسكندرية إلى حضراتكم نتمنى تشرفونا في الإيادة كونفرنس من 4 إلى 6 سبتمبر خلوني النهاردة في السيشن سيمبوزيام بتاعت أتكو أن تانكيو أتكو أن أنا أعمل فوكس في خضم الأنتي دايابيتك دراجز على نسمع كثيراً محاضرات عن الاسجي إليتو إنهابيتورز وبشكر هدوء حضرتكم وتركزكم معي بنسمع محاضرات كثيرة عن إسجي إليتوين هابيتورز عايزي نهاردة أجاوب سؤالين واي أند ون يعني ليه وإمتى في الإيه دي إيه جايدلاينز وشفنا كتير الإيه دي إيه عشرين أربعة وعشرين ملخص الألغوريزم ده إنه ما عندناش أنت دايابيتك دراج يصلح للجميع ما يناسب مريض قد لا يناسب مريض آخر ولهذا إحنا بنبقى عاملين زي الترزي الشاطر كده الترزي الشاطر بيعمل يعني بيختار الدراج بيزدى على كاركتريستيكس تعالوا نركز في الدقائق القادمة من المريض الذي يناسبه هحكي لكم حكايات قصيرة أول حكاية البش مهندس سامح البش مهندس سامح سنه 52 سنة عنده من سنتين البش مهندس سامح بياخد جليمي برايد واحد ميلي جرام بردي and his سكر is مصبوط A1C اوف سامح 6 و 3 حاجة تشرح القلب بياخد له دوس الفونايل يري ركزوا معايا lab اوف سامح عنده كرونيك كيدني ديزيز قلبه من كريات النين ريشيو أكتر من 30 جي اف ارو 89 يعني stage 2 كرونيك كيدني ديزيز ده سامح ده بان علي فقر تسامح ما عندوش evidence of cardiovascular disease type 2 على ميلي جليمي برايد هسترا كومي الستة وتلت ما عندوش cardiovascular disease لكن عندو كرونيك كيدني ديزيز وسكره مصبوط مكانه فين سامح في الguيدلاينز في هذا المربع ايدي ايه عشرين اربعة وعشرين بتقول كل مريض عندو كرونيك كيبني ديزيز شود بي آسف مست بي ان اس جي اللي تتو انهابتور طالما الجي افقار بتاعه فوق العشرين independent of جليسيمي كنترول حتى لو السكر بتاعه از مصبوط امبا كيدني دا موست ريسنت استادي اللي بتوري دور الامبا جليفلوزن في الكرونيك كيدني ديزيز انكلودد ناس عندها كرونيك كيدني ديزيز جي افقار فوق عشرين راندو مايز العشرة ميلي امبا جليفلوزن بيرساس بلاسيبو فولو اب ورى ان البروجريشن اوف كرونيك كيدني ديزيز كان تمانية وعشرين في المية اقل في الارم اللي اخد امبا جليفلوزن وعليه في اول حكاية النهاردة سامح وكل سامح لازم ياخد اس جي اللي تتو انهابتور حتى لو سكره مظبوط وسؤالي للشباب لما قدي المريض دو اس جي اللي تتو انهابتور وليكن عشرة ميلي امبا جليفلوزن ايه رأيكو في الجليمي برايد اعمل في ايه يستمر ولا شيله عارف لو الايه وانسي بتاعه عالي لو كان ده تمانية كنت حقول لك اه اد اون اما وان سكره اس مظبوط ارجوك ارجوك وبياخد لو دوس اف اس يو ستاب ان ريبلايس اس يو اس جليفلوزن عارفين لو بياخد ستة ميلي كنت حاول لك خليها تلاتة ميلي واد اس جيتون هابيتوس فور فير اض هايبو جليسيم ادي اول حكاية من سامح نروح لساميحة الحاجة ساميحة عندها تايب 2 دايابيتس ريسنت لي جالها مايو كاردي الانفرشن وعمل تي سي اي وحطت الدعمتين وعندها هارت فيلير ويز ريديوز ايجيكشن فريكشن الحاجة ساميحة بتاخد تري ميكس انسولين والسكر بتاعها مزبوط ما عندهاش كوروني كيدني ديزيز قلبه من كريات انريشيو اقل من 30 يبقى هنا عندي ميو كاردي الانفرشن وعندي هارت فيلير ويز ريديوز ايجيكشن فريكشن وبتاخد انسولين وسكرها مزبوط نشوف في الجايد لاينز مكان ساميحة فين مكان ساميحة في هذا المربع الهادي نكبره اي حد عنده تايب 2 دايابيتس وعنده اثرو سكلور كاردي وفاسكولر ديزيز should be on either GLP1 receptor agonist او SGLT2 inhibitor حتى لو سكر مزبوط اصلي فيه ستادي اسمها امباريج غيرت الگايد لاينز الامباريج انكلود ساميحة like patients type 2 diabetic patients with كارديوفاسكولر disease راندميز لإمباج لفلوزن versus بلاسيبو with follow-up average 3 سنين وما حدث كان عجيبا الكارديوفاسكولر ديز قال 38% hospitalization of heart failure قال 35% mortality قال الثلاثينات وعليه في الست دي اللي عندها كارديوفاسكولر disease think of sgl t2 inhibitor versus glp1 receptor agonist وعندما تلاقي نفسك محتار قديها جليفلوزن ولا قديها glp1 receptor agonist افتكر ان الست الطيبة دي عندها heart failure في الريض المريض اللي عنده heart failure must be on sgl t2 inhibitor فمفيش حيرة imperial reduced study included سميحة like patients ناس عندها heart failure with reduced ejection fraction عليه لسميحة وكل سميحة type to diabetic patients عندها cardiovascular disease عندها heart failure deindication ان انا ادي sgl to inhibitor سؤالي للشباب جرعة الانسولين اعمل فيها ايه مسامع تقل عشان سكرها از مظبوط وبالتالي قل للدوز 20% when you initiate sgl to inhibitor for fear of hypoglycemia مش sgl to inhibitor اللي هيعمل hypo ده الانسولين اللي ممكن يعمل hypo دي حكاية سميحة نروح بقى الجمال الاستاذ جمال المحامي الاستاذ جمال المحامي عنده type 2 diabetes ومعندوش cardiovascular disease زي سميحة معندوش chronic kidney disease زي سامح لكن عندو كل cardiovascular risk factors of cardiovascular disease سمين ومدخن وhypertensive وdislepidemic عندو كل العوامل التي ترشحه بشدة to get cardiovascular disease very soon والسكر عالي التراكمي بتاعه 7 و8 من عشرة الرجل بطيب ده بياخد تجلب 10 مت فورم 50 على 1000 مرتين يوميا ما كانوا هنا نكبر هنا مكتوب هنا indicators of high risk يعني multiple risk factors يبقى يبقى لازم حتدي GLP 1 يام SGLT2 inhibitor empire study real world evidence looking في الفترة من 14 19 في سبع دول اوروبية وأربعة أسيوية كهر تحوالي 84 ألف مريض looking على الكارد يرينا effect of impact glifluosin وباختصار شديد الجروب اللي أخدوا impact glifluosin الكارد وفاسكول المرتالي قالت 41% total مرتالي قالت 45% وبالتالي اللي عنده multiple risk factors يعامل معاملة اللي عنده كارد وفاسكول disease to prevent كارد وفاسكول disease indicated إن جمال وكل جمال to be on sg lt to inhibitor حختم بعد حكاية جمال بس قبل ما اخت هو بياخد sita glibton midformin تعمله add-on للإنبا ولا to replace add-on بشكركم لأن هنا ال-A1C بتاعه لسه إيه above target it's add-on not replacing من جمال هروح لجميلة الأستاذة جميلة المحاسبة جميلة حكايتها مختلفة لعندها cardiovascular disease زي سميحة ولا عندها chronic kidney disease زي سامح ولا multiple risk factors زي جمال هي newly diagnosed لسه منشخصة type 2 diabetic patient تراكمي 7 وتسعة من عشرة ايه symptomatic اكتشفت بالصدفة بدأت تاخد midformin جالها git intolerance مع اول قرص midformin git intolerance اللي midformin بيحصل حالة لكل 7 لعشر مرضى تاني جميلة مفيش cardiovascular disease ولا risk factors of cardiovascular disease ولا chronic kidney disease لسه newly diagnosed عندها midformin intolerance هير تراكمي السبعة وتسعة من عشرة جميلة عندها امنيتين نفسها تخص ومين ما نفسوش and concern about hypoglycemia بتخاف من نقص السكر حنسيب كل الجزء اللي علقت كم الشمال ده ونروح للمربع اليمين اللي هو اللي عنده type 2 diabetes ولا cardiovascular disease ولا chronic kidney disease يبقى في هذا المكان midformin is the agent of choice يبقى midformin هو agent of choice ولكن الست عندها midformin intolerance يبقى حفكر حديها أن هي class من دول ما عندناش غير دول sulfonyl ureuz ولا dpb before inhibitor ولا thiazo lidim dions ولا gliflozen ولا glutide ايه رأيكو في glp one receptor agonist فكرة جيدة ولا غير جيدة هيحقق امانيها لا هيحصل hypo ولا هيحصل weight gain بالعكس هيحصل weight loss لكن قالت لي i cannot afford ما عنديش 4000 جنيه في الشهر to afford glp one receptor agonist وبالتالي لا يناسبها وان كان علميا يناسبها لكن اقتصاديا لا يناسبها طب ايه رأيكو في sg to inhibitors مش هتعمل hypoglycemia وحتعمل weight loss تناسبها طب bioglyتازون هتعمل weight gain اه مش هيبقى فيه hypo لكن هتدخن اند هي مش عايز تدخن دبي بفور inhabitors مش هتعمل hypoglycemia weight neutral يعني لا حتخنها ولا حتخسزها نفسها تخس صال فو nael yuriyas هيحطم امني تين بتاعها هاي انا 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 بخايف على مستقبالي اه والله حقيقة معلش انا بستازف دقتين يا بي ممكن اكمل بس جميلة وان اه بس بلاش اخدوني ثاني ارجوكم سكرا يا بي اذا يناسب هذه الجميلة يناسب هذه الجميلة اكثر ما يكون sg to inhibitor جميلة قالتلي انت فاكر ان انا عندي دهون على الكبد وانزيمات عالية قالتلي كده قالتلي انزيمات 72 70 is it safe to take sgl2 inhibitor انت متطمن لل الامباج لفلوزن المتا اناليس ده دوت واخد كل ال رمدميس كنترول ترايل وبيؤكد ان sgl2 inhibitor as a class effect حتقلل الليفر انزيم في الفاتي ليفر وحتقلل الفات كونتنت في الليفر وبالتالي this would improve the fatty liver يطول الشرح في الميكانيزم ولكن باختصار وتل غرافيا الفاتي ليفر مين اللي عبارة عن inflammatory process and oxidative stress وهذه الكلاس لها anti oxidant anti inflammatory effect study جريئة جدا head to head randomized controlled trial impact gliflozin versus pioglitazone الكنج بتاع الفاتي ليفر والاستاذي دي ورد ان الامبا gliflozin كان سوپيريور imposes steatosis and fibrosis compared with pioglitazone وعليه في الگايد لائن تحت الامريكان association clinical endocrinology in collaboration with american association study of liver disease المريض الفاتي ليفر المتجي تدي anti diabetics دراج الاولوية للسجي اللي تتو انهابتور أو جي اللي بي وان ريسيبتور اجونيست أو كلاهوما معا فعلا جميلة أن تطلق الاسجي الاسجي الانهابتور would improve the فاتي ليفر heart failure أو كلاهوما معا حتى لو سكرها مظبوط جمال اللي ما عندوش cardiovascular disease لكن عندو multiple risk factors of cardiovascular disease حتى لو سكره مظبوط وأخيرا في جميلة وكل جميلة type 2 newly diagnosed لا عندها cardiovascular disease ولا chronic kidney disease ولكنها نفسها تخص and she wants to avoid hypoglycemia thank you very much